معرض الكتاب، زي ما دايماً أنا أقول معرض الكتاب ده حاجة من أعظم الحاجات اللي بتحصل في بلدنا واللي أظنها بتحصل في الإقليم العربي كل وطني حبيبي الوطن الأكبر ده معرض القاهرة الدولي الكتاب، معرض الأكبر، صاحب العنوين الأكتر، دور النشر الأكثر، الفعاليات الأكتر غزارة طول الوقت أربعة وخمسين دورة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أمجاد يا مصر أمجاد خلونا نروح لزميلنا العزيز أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري وحول تواجده اليوم في معرض الكتاب يحدثنا زميلنا العزيز مساء الخير مشاهدينا النهاردة بنقول لكم فعاليات اليوم الرابع من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الرابع شهد إقبال كبير جدا من الجمهور من اللحظة الأولى اللي فتح فيها المعرض أبوابه للجمهور في تمام العشرة صباحا وكان فيه إقبال كبير من الجمهور اللي كان حريص على الاستفادة من شراء الكتب والاستفادة من العروض الكبيرة اللي بيقدمها الناشرين هنا في معرض القاهرة الدولي الكتاب بالإضافة إلى الندوات والفعاليات الثقافية الكثيرة اللي بتشهدها فعاليات المعرض يوميا نحن نتكلم عن خمس قاعات بتشهد مجموعة من الفعاليات على مدار اليوم هذه القاعات هي قاعة صلاح جاهين وقاعة القاعة الدولية بالإضافة إلى قاعة الشعر وقاعة الفكرة والإبداع والقاعة الخمسة هي قاعة الصالون الثقافي في هذه القاعات شهدت مجموعة من الفعاليات والندوات الثقافية من بين هذه الفعاليات كانت ندوة عن صناعة المحتوى الرقمي اللي أقيمت اليوم في تمام سنة عشرة زهرا بالإضافة إلى فعاليات وندوات تانية زي ندوة عن الكاتب الكبير بهاء طاهر بالإضافة إلى دكتور طا حسين وطبعا ندوة عن صلاح جاهين وهو شخصية المعرض في دورته السنة الـ 54 كمان كان فيه فعاليات تانية من بين هذه الفعاليات هي أمسية شعرية لدولة الأردن واللي أقيمت النهاردة في تمام الساعة السادسة مساء في قاعة الشعر وهذه الندوة كانت مهمة للغاية لأن الأردن هي ضيف شرف المهرجان لهذا العام في دورته الـ 54 من بين كمان الفعاليات والندوات اللي أقيمت النهاردة في اليوم الرابع من فعاليات معرض القاهرة الدولي الكتاب كانت ندوة عن مستقبل أزمة الطاقة العالمية بالإضافة لندوة تانية عن التراث الثقافي غير المادي طبعا فعاليات هذا المعرض اللي افتتحه دولة رئيس الوزراء دكتور مصافة مدبولي بتقام حتى يوم 6 فبراير وهذا المعرض بيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشارك فيه أكتر من 1074 دور نشر سواء من مصر أو من الدولة العربية أو من الدولة الأجنبية بمشاركة 53 دولة على مستوى العالم وكمان السنة دي أو الدورة اللي حاليها 54 شركة دولتين لأول مرة في معرض القاهرة دول الكتاب هي دولة المجر ودولة كمان دومنيكان بالتالي احنا بنتكلم عن مقصد ثقافي كبير بيضم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية وفيه كتير جدا من الجمهور اللي بيكون حريص على حضور هذه الفعاليات سواء الفعاليات الثقافية أو أنه يتعرف على المزيد من الكتب كمان عايز اتكلم عن قاعة رقم 5 وهي قاعة مهمة جدا مخصصة للأطفال فيها مجموعة كبيرة جدا من كتب الأطفال اللي بتهتم بيها عدد كبير من الأسر المصرية أنها تقتني هذه الكتب لأطفالها وإنش الصغير دي كانت رسالتنا النهاردة لفعاليات اليوم الرابع لمهرجان القاهرة الدولي الكتاب بنتابعوا معاكم كل يوم لغاية يوم 6 فبراير بإذن الله الكلام رائع من أحمد كما جرت العادة دائما ما يعني يفدنا بيئرسائله المختلفة